أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في محمية ضانا ما يقارب من 600 طائر من فصيلة الحجل وذلك استمرارا لجهود الجمعية في العمل على استدامة المحمية ومكوناتها الحيوية في سماء محمية ضانا بمحافظة الطفيلة تم إطلاق طيور الحجل هذه بهدف المساهمة في إعادة انتشار الطيور المسموح صيدها في بيئتها الطبيعية طائر الحجل هو من الطيور الأصيلة في المملكة تم إحضاره بجهود بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وزارة الزراعة والديوان الملكي العامر أطلقنا حوالي 600 طير في مختلف مناطق المملكة بتعاون مع إخواننا الصيادين اليوم في محافظة الطفيلة أطلقنا جزء كبير من هذه الطيور في المحافظة إطلاق الطيور يتم في مواسم محددة من كل عام قبل موسم التكاثر وبناء على دراسات وتجارب سابقة تتضمن احتياجات المنطقة والملاحظات حول تناقص أعداد الطيور فيها حسينا أن الطيور بلشت تنقرض خارج حدود المحمية إما من خلال الصيد الجائر أو من خلال العوامل أخرى ولكن بقي الشنار موجود في محميضة اطلقنا بمحافظة الطفيلة بشكل عام عدد كبير من طيور الحجل واطلقنا بالمحمية جزء بسيط جدا بهمنا كمان أن الصيادين يحافظوا على هذا الطير لأنه بالمستقبل هذا رح يكون فيه عندنا طير مستدام وموجود بالمناطق زي ما كان عندنا موجود قديما وعي الصيادين والمجتمع المحلي والتشاركية بين الجهات المعنية عاملان أساسيا يؤكد المختصون أهميتهما من أجل استدامة مكونات الحياة الطبيعية في المحمية وخارجها